من جديد نرحب بحضراتكم ومشاهدين الكرام في إطار هذه التقطية الخاصة على شاشة أكس شوين يوز لاجتماعات الفصائل الفلسطينية هنا من العالمين الجديدة اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم سيد روحي فتوح سيد روحي أرحب بك معنا أهلا وسهلا بداية يعني هل هناك صورة أو تصور لما سيجرى غدا خلال الاجتماعات بالنسبة للفصائل المختلفة هنا في العالمين يعني بداية أتقدم باسم المجلس الوطن الفلسطيني بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة هذا الحوار الفلسطيني الفلسطيني من أجل معالجة أوضعنا الفلسطينية وهذا شكر موصول أيضا لجمهورية مسل العربية بموقفها الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية وإلى جانب الشعب الفلسطيني من ناحية أخرى هذا الاجتماع يأتي فعلا بعد ما قامت به حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية حكومة نتنياهو واسمو تريتش بالهجوم على مدننا وقراننا الفلسطيني وخاصة بعد معركة الجنين الأخيرة فكان هناك دعوة من سيادة الرئيس محمود عباس بلقاء واجتماع للأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية من أجل وضع تصور فلسطيني لمجابة هذا العدوان وهذا التغول الإسرائيلي الذي لا يتوقف أبدا في السيطرة على الأراضي الفلسطينية قامت المساوطنات القتل اليومي على إعدام خارج القانون وكل المساوط التي تسعى حكومة اليمين المتطرة في الإسرائيل من أجل تهويت المناطق الفلسطينية كما نشاهد في مدينة القدس وفي مناطق أيضا الضفر الغربية بشكل عام وفي مناطق سي بشكل خاص